مرحبا بكم في قناة تحفة يوم الجزائر في تعامل بالميل وتضيق على شركات أوروبية كثيرة في الجزائر بينها شركة نوتيلا بخصوص الاستيراد والحلمين مع قرارات صارمة ووضع حسب مراقبين شرطا بإعادة المرجان هو شرط وجزء يسير من شرط الجزائر لأنها ألغت التزامها باتفاقيات قالت عنها أنه عفى عنها الزمن لأن الاتفاقية الأوروبية الجزائرية السابقة كلها يجب تعديل عليها بما أنها مفلوحة تجعلهم يحترك كل سوق الجزائرية ويصدر كل شيء نحونا في حين لا يقبلون إلا جزء يسير يصدروا نحوهم بل وإي من توجير النور يغلقون عليه كل أبواب بدكتاتورية تجارية مقيته فقد أخرجت قرارات الجزائر وتحررها من التزامات العهود والاتفاقيات الباطلة الغير عادلة من الاتحاد الأوروبي جعلته يخرج من جوحله بعد أن ظلوا يسارعون ويديقون ويمنعون منتجات المرجان حاليا أطلوا للصراخ من شدة وجع قرارات الجزائر الردعية بخصوص الاتفاقيات محاولين ضغط على الجزائر لتلتزم بهم وتظل خضعة وتبيعة لهم فقد أعلنت مفاوديات الاتحاد الأوروبي تفعيل إجراءات تسوية المنازعات مع الجزائر معترضة على قرارات نفدتها الجزائر أصلا منذ 2021 تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الانتاج المحلي إذ لم يعجبهم هذا الأمر وشملت القرارات التي وصفتها المفاوديات الأوروبية بأنها تقييدية ونظام ترخيص الإسارات وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطع السيارات وتنظيم المشاركات الأجنبية في الشركات الأجنبية في خارجات غريبة توضح حجم خطرسة الاتحار الأوروبي الذين بخرجاتهم هذه ومطالبهم يقولون بطريقة غير مباشرة وبكل سناجة لسلطة الجزائرية أن تتخلى وتضيق على الشركات الجزائرية وتقطع أي إسناد أو دعم لأي منتوج جزائري في خارجات لا تفسر إلا بعنجهية وأنانية خطرسة ستسقط مع إسرار الجزائر وعدم تنزلها وفرض عليهم أن يفتحوا كل أبابهم أمام المنتوجات الجزائرية وإلا فإنها مالية في تنوية تحالفها مع دول بديلة وشركات بديلة إذ أن الوضع لن يدوم طويلا وستخدع أوروبا وتقبل كل تعديلات الجزائر التي تحررها من عباءات تباعية لمنتجات أوروبا سيجعلها رائدة وتظهر منتوجات جزائرية كثيرة أخرى تزلزل عرش الاحتكار الأوروبي فلا استمرار لدخول منتجاتهم بدون حدود إلا بقبول منهم أيضا دخول غير محدود للمنتجات الجزائرية نحوهم أما طلب أوروبا الأخير من الجزائر تخلي عن منتجات جزائرية عالمية قادمة بقوة والمرجان ستعود رغم عن أوروبا حاليا مباحثت وتحركت الحكومة وكبار المسؤولين مستمرة ولا بدل عن تغيير جدري في الاتفاقيات وأولها مع فرنسا ليردخ مكروخ خاصة وأنه من بدو بداية أزمة شكولة المرجان كان هو أول من بدأ هذه المشكلة وحفز أوروبا على تصديل انتشارها الكبير فالمرجان مهي إلى النقطة في بحر وضحت جاليا أننيت بعض الحكومة الأوروبية وفتحت ملف التبادلات التجارية لوضع النقاط على الحروف أخيرا تحرك خمس وزارات نحو أوروبا بشكل عاجل لإعادة منتجات المرجان للأسواق والجالية الجزائرية تترقب وتستمر في الضغط وحملة مقاطعة ضخمة لدى فرنسا بداية أخيرا أول تحرك فعلي وقوي وصار من السلطات الجزائرية وفقا للقانون لحماية المنتجات الجزائرية بعد المؤامرة والقرارات الجائرة من طرف الاتحار الأوروبي وبالخصوص دولة فرنسا الذين منعوا شكولة المرجان بعد أن اكتصحت الأسواق هناك وباتت أكثر منتجة عليه الطلب حتى أنها غطت على شركات لها عشرة سنوات في السوق الأوروبية ومع المطالب من شعب الجزائر سواء داخل أرض الوطن وخارجه حتى من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج خاصة في فرنسا الطلب الرئيس بون والحكومة بتدخل للضغط وإرغام أوروبا على إلغاء القرار الجائر فالشعب والجالية يضغطون بالإحتجاج والمقطعة لمن هم وراء القرار وحاليا الحكومة دخلت بخمس وزرات توجه لحماية المنتجات الجزائرية وحماية المنافسة النزيهة من المؤامرة والوبيات المنتجات المنافسة فهذا القرار الحكومي ولو أنه جاء متأخرا لأنه كان على الحكومات سابقة منذ رات سنوات أن تركز على حماية المنتجات الجزائرية لأن هناك لبيات ضخمة هدفها احتكار كل منتجات وعدم ترك أي منتج ينافس رغم أنهم هم أصلا المنتجات الأجنبية يحتكرون أغلب السلاح حتى في الجزائر بينما لم يتقبلوا أن ينافس منتوج واحد منتجاتهم في أنانية أوروبية وفرنسية مقيدة فقد استبشرت الجالية الجزائرية بتحرك سلطة للضغط على أوروبا وتعجيل بعودة منتجات المورجان للأسواق الأوروبية في أقرب وقت قرار فرنسا بمنع المورجان دفع أخيرا إلى عيادة فاتح ملف استحدات خطر قابل المواد المنتجة من المواشي وفرعها متوقعا أن يتم ذلك قريبا وذلك بالاشتراك بين وزارة التجارة والصناعة والإنتاج صيدلاني والفلاحة والتنمية الرفية والصحة وإصلاح المستشفيات والبيئة وهذا لتأسيس شهدت للمنتجات الجزائرية تثبت عدم احتمالية نقلها لأي أمراض وتؤكد الجودة التي تتمتع بها بهذه الخطوة يتم سد أي محاولة عرقال لأي منتج جزائر في أوروبا وبالموازات مع ذلك يؤكد المتحدد أنه حن الوقت لتفعيل خط الرقابة الذي سيؤهل منتجات جزائرية عيدة للولوج إلى الأسواق الأوروبية ومنافسة مواد أصلية هناك بأسعار أقل وجودة مساوية أو تفوق البلد المشاه وهو ما سيساهم في رفع نسبة صدرات الجزائرية خارج المحروقات ودخ عائدات معتبرة بالعملة الصعبة حيث عادت صدرات الجزائرية خارج المحروقات السنة الماضية عادلت 7 مليارات دولار ويرتقب أن تفوق أهله السنة هذا الرقم بكثير كما أن الجالية الجزائرية والشعب يطالبها الحكومة بتصريع كل إجراءات المذكورة لإعادة بعد تصدير شوكولا المرجان نحو فرنسا وأوروبا في أسرع وقت ممكن وإتمام كل إجراءات لعدم ترك أي فرصة للوبيات المحتكرة التي تتصيد أي فرصة أو تغيرات قانونية لمحاولة عرقلة وصول أي منتوج يشكل منافسة لمنتجتهم فهم أننيون يحتكرون الأسواق الجزائرية والإفريقية والعربية لكنهم في ذات الوقت لا يقبلون أن ينفسهم أي منتوج من منتجات الدول الذين يصدرون نحوها الوزار الأول نذار العربوي وقرار صارم بعد خطاب الرئيس بون ومفاجأة في القائمة النهائية ولماذا زعج النظام المغرب من الأسماء أرهاقت المخزن بداية ومع أول تحرك مع أول خطاب لرئيس الجمهورية عبد المجيد بون منذ الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024 ومع شبه اتضاح الوزارات التي ستسقط ويتم إسقاط رؤوسها كالتجارة والصناعة والتعليم والتضامن والرياضة وغيرها الكثير خاصة هناك أسماء تقيلة يعدها النظام المغربي تتدخل للحكومة لهذا شناء أعلم المخزن حملة ضد شخصيات جزائرية وزيرها فورت ترشيحها في القائمة النهائية المرتقة بإخسيرها من العديد من الأسماء وقبل إعلان الأبرز ومن يزعجهم نذكر الشخصيات الكثيرة في القائمة التي قيل عنها مرشح فيها أسماء كثيرة من الكفاس وأبرزها الخبر الاقتصادي إبراهيم جندوزي وهارون عمر وكنادي بلوماسي الكبير توفيق كودري والبروفيسور فارس مصدور وميسون ويوسف زبدي وتوفيق حكار والدكتور طهام روب والخبر أيمن شريط وحسن قسمي والعالم بالقسم حب وزماته فالقائمة طولة والأسماء تقيلة وتلقى الأسماء فيها إجماع شعبيا وأبرز من يزعج نظام المغربي حاليا هو محمد أمير البحث في تاريخ الذي أرهق ويرهق المخزن في كل فرصة ومرة يطلب خلاله